أحاول أن أدخل إلى المنطقة المحرمة التي رسمتها الشرطة العسكرية الروسية في ريف تلتمر وبالتحديد في طريق انفور طبعا الآن أنا أتواجد في المنطقة المحرمة بين الاحتلال التركي والفصائل المسلحة ومجلس تلتمر العسكري طبعا هذه المنطقة لا يمكن لأحد الأطراف الدخول إليها أو عبور عبر هذا الطريق هذا الطريق هو طريق انفور الدولي أكبر وأهم الطرق الرئيسية التي تربط بين جميع المحافظات السورية يعبر عبر هذا الطريق فقط الشرطة الروسية التي ترافق السيارات والقافلات المدنية بموجب اتفاق بين جميع الأطراف المتصارعة هنا في المنطقة هذه القرى التي تتواجد خلفي مباشرة هي قرى محتلة من قبل الجيش التركي والفصائل المسلحة هذه قرية العامرية أيضا قرية 40 وقرية ليلانية تواجد فيها حوالي 450 عنصر من الجيش التركي أيضا هناك نقاط وقواعد للجيش الروسي وأيضا هناك أكثر من قاعدة للفصائل المسلحة التي أيضا تتواجد داخل هذه القرى هذا هو خط التماس أيضا هذه هي المنطقة المحرمة من الطرف الآخر يتواجد القرى الواقعة تحت سيطرة مجلس تلتمر العسكري هذه القرى دائما تتعرض للقصف يتعرض الأهالي هنا لاعتداءات متكررة من قبل الفصائل المسلحة والجيش التركي طبعا نحن القناة الوحيدة التي تمكن من الدخول إلى هذه المنطقة والوصول إلى هذه المنطقة الخطيرة جدا ولا سيما بأن جميع الأطراف تتواجد هنا في هذه المنطقة على هذا الجانب من طريق مفور هذه القرى خاضعة لسيطرة الاحتلال التركي والفصائل المسلحة يعني فعليا أنا أتواجد داخل الأراضي المحتلة أيضا من قبل الجيش التركي والفصائل المسلحة هذا الطريق الدولي كما أشار سابقا يعتبر أكبر الطرق وأهم الطرق السورية التي تربط بين جميع المحافظات السورية يتصارع عليها جميع القوى الإقليمية الدولية وأيضا المحلية هذه القرى دائما كما أشار تتعرض للقصف تتعرض للانتهاكات يعني المدنيين السوريين دائما هم يدفعون الضحية الكبرى أو الضحية الأكبر جراء الصراعات والانتهاكات التي تحدث في المنطقة ترجمة نانسي قنقر